اتحاد المصري خاطب الاتحاد الأفريقي بسبب الاترابات الأمنية ولا كله كلام وما فيش حاجة هنا شوف اتصالات يومية مع السفيرة المصرية هناك في أفريقيا الوسطى اتصالات بالخارجية وتنصيق بيننا وبينهم والأمور تمام إن شاء الله والرحلة هتطلع يوم 29 بإذن الله الصبح يعني يوم الجمعة الصبح أنا ممكن أن أبعط خطاب ومالوش أي لازمة لأننا كأنا مش المسؤول عن التنظيم اتحاد الأفريقي المسؤول أخبالك بدليل ان اتحاد الأفريقي بيبعث بيقولك هاتلي جواب تأمين الشرطة لتأمين مباراة كذا ففي أصول لنا تخطاها احنا بنبعث اتحاد الأفريقي بيقوله نمأ العلماني أن هناك اضطرابات في أفريقيا الوسطى أفدنا اتصالات بالخارجية اتصالات بالسفيرة كل الأمور تمام إن شاء الله الدكتور عماد البناني بيبعثه شيك بـ 50 ألف دولار مساعدة للتيارة الخاصة وكان موقف جندلمان من الدكتور عماد فيه تنصيق كبير جدا وتعاون بين الاتحاد والنجلس القوم من الرياضة وبالمناسبة أنا بشكر الدكتور عماد البنان الراجل اللي بيشتغل في صمت يعني ما بتسمعش صوت وبالرغم من كده بيشتغل في كل اتجاهات وبيتعاون مع كل الاتحادات منهم من اتحاد كرة القدم ويكفي المجهود الكبير اللي بتعمل لتجهيز الاستدادات من الاشتراطات اللي طلبتها الشرطة والنيابة ولا حد عارف حاجة على فكرة لكن فيه اتصالات بالمحافظين وشغل 24 ساعة في الاستدادات عشان تتجهز بالنسبة للبوابات الإلكترونية وكشف عن المفرقعات والكاميرات والأصوار كله شغال فيه زيدان هتتوقع عليه عقوبة قاسية عقوبة قاسية قاسية فلوس ولا عقوبة عقوبة قاسية وهيتم الاعلان عنها بكرة ان شاء الله يعني ممكن تشمل الاخاف كمان ممكن في دورة ولا ما فيش دورة احنا يمكن اتمنى اتمنى عودة النشاط اتمنى يا كابتن بس بش اتمنى لا احنا فيه هدوء وانا قلت قبل كده بعد انتخابات الرئاسة هيبقى فيه هدوء وانا شايف ان وانا شايف ان عودة الدورة ده اصبح مطلب المطلب بتاعنا عودة النشاط الرياضي ده مهم جدا جدا والملاعب تعمر ويبقى فيه نشاط ويبقى فيه ناس تستمتع بقى بالرياض اقول لي سيف زهر انه غير طوله اللو اللو احمر او